شهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحييكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من كيف الصحة اليوم راح نتحدث عن اضطرابات النوم عند الأطفال راح نتعرف على الأسباب أنواع هذه الاضطرابات لماذا تحدث ما هي الأسباب كيفية الوقاية كيفية أيضا العلاج وحل هذه الأزمة عند كثير من الأسر لأطفالهم الذين لديهم مشاكل اضطرابات النوم المختلفة وطبعا لها تأثير كبير جدا من كل النواحي النفسية والعقلية وحتى التعليمية معنا الدكتور طبعا أكيد محمد حسن استشاري طب الأطفال الذي راح يعطينا كثير من الأجوبة لكثير من الأسئلة لكثير من الأهالي أهلا وسهلا بك دكتور محمد حسن نحييك ونحيي كل متابعينا حتى هذه اللحظة خلال هذه الساعة نستقبل فيها كل أسئلتكم وإستفساراتكم عبر الأرقام موجودة على الشاشة من الآن أيضا عبر تطبيق الواتساب نأخذ كل أسئلتكم الطبيا نتمنى لكم دائما متابعة مفيدة إن شاء الله دكتور أولا الحمد لله على السلامتك أهلا يسلم نحييك طبعا أنت كنت في مؤتمر أولا كبير جدا ما يخص كل المواضيع المرتبطة بالنسبة للأطفال حدثنا عن هذا المؤتمر قبل أن ندخل الموضوع تمام هو مؤتمر سنوي بتعقده ما تسمى بالريال كولوجة في بيدياتركس ونشالد هيلث وهي الكلية الملكية المعتمدة الوحيدة لطب الأطفال في المملكة المتحدة ومعروفة عالميا ومعتبرة وشهاداتها معروفة أنا عضو فيها وعضو مؤسس كمان فطبعا من الأشياء اللي بنعملها لها كل سنة بيجتمع كل الأعضاء وفي ناس بيجي من بره كمان وكذا بنناقش كل ما يتعلق في العام الماضي بما لأي جديد حدث في طب الأطفال وبيجي بجميع أنواعه بشامل من جميع الأمراض بكافة التخصصات المختلفة وطبعا بيأخذ معه الوقاية والعلاجات والحسن على الأطفال وكل الأشياء واللي عنده أبحاث أنا كان عندي بحث تقدمت بي والحمد لله أهم البحثات اللي تطرح دكتور بما يخص الأطفال في هذا المؤتمر ما هو؟ هي طبعا بتكون في أبحاث جديدة في كافة كل واحد في مجاله في كافة المجالات في مثلا أمراض اللي هو المبتسرين الأطفال الخدج اللي نقول عليهم أيوة فيها كيفية يعني المحافظة على حياتهم لنكون بهم مولودين يعني بدري يعني ما موليد ست شهور أو كذا فكيف تستحافظ عليه وكيف تتقي المضاعفات يكون فيه أبحاث عن أمراض اللي هي السلطان أمراض الدم أمراض التعصب أمراض تهيج الرئاء أمراض التنفسية أمراض الجهاز الهضمي فهي يعني أشياء كثيرة ضخمة متشابقة وكبيرة طبعا متشابقة هو المؤتمر ثلاثة أيام من الساعة سبعة صباحا لحد السبعة مساء شاف تخيل بقى وفيه أولي أكثر من سبعمائة عضو موجودين وبالإضافة للناس المضافين من العالم يعني فيه ناس بيتيجي من كندا ومن أستراليا ومن العالم العربي لحضور هذا المؤتمر ومشاركة كل واحد بيشارك بأحدث ما بس أهم شيء أنه فيه حلول لكثير من الأمراض اللي تشبع مثل التوحد مثلا بتطرح حلول جديدة وبتطرح مثلا قضايا جديدة وبتطرح يعني مثلا أبحاث جديدة بحس لكل الموجودين اللي يسأل أسئلة واللي يطبق منها واللي هو عايز بحثتاني زيادة وهكذا يعني دكتور حبس ألك يعني بشكل خاص لأنه هذه أصبحت تؤرق كل الأسر بعد يعني حدوث تحديثات في المنهج الدراسي وفي أيضا في اتجاه اختيار الطفل الأجندة يعني لا أدري هل هذا نقش الموضوع لا صراحة لأن هذا طبعا سياسة الدولة هذا المؤتمر الطبي بحث فلا يناقش سياسة الدولة سياسة الدولة وما يتم عمله بيناقش في البرلمان وكذا لكن النواحة الطبية الشق الطبي وهو يعتبر شق نفسي جسدي عقلي بما أنه انتشرت في الأون الأخيرة بأن أعطاء الطفل حق اختيار نوعه وجنسه أو تغيير حتى جنسه وهو طفل صغير هو صحي هذا موضوع عايز حلقة كاملة بحاله لا أنا بس حبيت أسأل حبيت أسأل طيب دكتور نرجع لموضوع هذا نعمل عليه حلقة هو فعلا موضوع كبير وخطير يعني خصوصا وصول بعض الأهل يقرار أنه فعلا ترك بريطانيا البلد آخر هذا موضوع يؤكد من أطفالهم هذا مؤرقني أنا شخصيا مؤرقنا كلنا في صراحة أنا أصلا موجود في انضمني هذه المنظومة هذه الدوامة أطفال بيجوا الوالدين معه طبعا يقول لك هو عايز يختار كذا عايزين نحوله لخصائي كذا أنا بحولش أنا بتعملش مع هذه المواضيع فبع يعني الحمد لله واخد نحسي بعيد احنا ناخد حلقة أحسن وخلينا على اضطرابات النوم لأن كثير من الأهل بيشتكي فعلا أن الطفل لا ينام في التوقيت معين وخصوصا في أيام الأسبوع ويوم الدراسي طبعا له بيتعب الأهالي بتتعب الأم بأن الطفل ينام يقض الوقت لماذا؟ هو طبعا الطلبات النوم لها أسباب كثيرة لكن قبل أن ندخل في الأسباب نشوف العملية الطبيعية للنوم العملية الطبيعية للنوم هي أني في النهار ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا وخلقنا بأن الجسم نفسه يعني فيه أجهزة تساعد على أنه في النهار يستيقظه في الليل ينام تمام هذه الأجهزة موجودة موجودة في الجسم في غدة اسمها البنيا القلان أو الغدة الصنوبرية تمام الغدة الصنوبرية دي موجودة في قاع المخ وظيفتها الوحيدة اللي هي طبعا بتنظم عملية النوم بالإضافة لبعض الأجهزة التانية فطبعا بتفرز هرمون معين اسمه هرمون الميلاتونين هرمون الميلاتونين ده مادة طبيعية جدا ومن عظمة الله سبحانه وتعالى أن الهرمون ده لا يتم إفرازه إلا عند غروب الشمس في أثناء النهار الشمس هي الوحيدة التي تحدد إفراز الهرمون من عدمه تمام فإذا جاء الضوء فطبعا بيحصل إيه؟ أنه يحصل زي ما بيقوله سويتش أوف يعني بيتم إغلاق هذه الغدة من العمل إذا الشمس اختفت هذه الغدة تبتدي تشتغل وتفرز هذا الهرمون الاسمه ميلاتونين وهذا الذي يدعو للناس إلى النوم والسبات بالليل كبار وصغار كبار وصغار طبعا بتختلف كمية الهرمون ومدى فعالياتها حسب السن ففي الصغار بتكون فعالة جدا جدا لذلك الطفل بينام ممكن 12-13-14-15 ساعة وكلما الشخص يكبر كلما تأثيرها ابتدى يقل وكلما يبدأ الجسم يحتاج إلى كمية قليلة من النوم يعني في الناس الكبيرة اللي في سنة أنا ممكن 6 ساعات يكفوني مثلا في شابه في مقتبل العمر في بداية 13 سنة دي 6 ساعات يتعتبر نص الفترة اللي هو عايز ينامها أساسا حوالي 12 ساعة ولو ما نمشت لـ 12 ساعة تبقى فيه مشكلة فده الجهاز الطبيعي اللي هو منظم الجسم عن طريق الغدة الصنوبرية والرفراز الهرمون بيحصل بقى مشاكل هنتكلم عليه سؤال الطفل إذا عنده مشكلة إطرابات النوم من صغره هل هذا بيمتد إلى كبر حتى لما يكبر تستمر هذه العملية إذا لم تعالج مش شرط لأنه طبعا لو نتكلم عن الأسباب نتكلم عن الأسباب من أهم الأسباب طبعا اللي هي الأمراض بعض الأمراض اللي تكلمنا عنها في حلقات سابقة زي أمراض التوحد وأمراض أحنا قلنا التوحد ليس مرض وإنما حالة الحالة يعني مجموعة الإطرابات يعني إطراب التوحد وإطراب فرط الحركة وقصور الانتباه وإطرابات القلق وإطرابات الإحباط وبعض الأمراض العضوية الأخرى زي مثلا اختلال الغدد الغدد للصماء لو حصل فيها خذر معين يحصل هذا الأمر والأمراض المزمنة عموما اللي هي تؤرق النوم يعني هي تؤرق النوم لأنها لأنها مش علشان هي بتأسرع المخ لا علشان هي الطفل بيحتاج أنه يستيقظ لفعله شيء معين زي طفل السكر مثلا مريض السكر المريض السكر مريض السكر الطفل ده لو هو مثلا السكر غير منتظر مع creatively نحن يحتاج أنه يستيقظ أنه يروح للحمام في بعض الناس الطفل الذي عنده الربو الشعبي والحساسية الطفل الذي عنده الربو الشعبي والحساسية هذا طبعا يضطر يستيقظ علشان خاطر أنه يعني إما يسعل في سعال أو بيكون فيه عايز يعني الجلد بتاعه حساس معين فبيكون له حساسية للجلد أو حساسية على الصدر فالليل كله يعني يكح أو يحصل له سعال فده بيجبره على الاستيقاث وتأرق النوم فده مالوش دعوة يعني مالوش دعوة بالمخ بشغل المخ ده الحالة العضوية نفسها بتاعت الجسم إذن يعني عوامل خارجية عوامل دخلية صحيح من ضمن العوامل الثانية اللي هي ثلاثة عوامل اللي نقول طبعا عوامل اللي هي بسبب خلل وزيفة الغداء وفيه اللي هو طبعا الأمراض العضوية عمونا المزمنة والنوع الثالث اللي هو الأمراض الأسرية يعني أقصد بالأمراض الأسرية يعني التفكك الأسرية مشاكل العنف الأسرية الطلاق الإساءة للطفل طبعا تؤرق الطفل تؤرقه حتى لو ما عندهش أي أمراض هذا الخلل الأسري والإضطراب فيه نظام منظومة الأسرية يؤدي إلى أرق الطفل طبعا الطفل بيكون قلق بيفكر يعني كثير من الأهل يعتقدوا أن الطفل سهل تعامل معه لكن فيه صعوبة فعلا في فهم تركيبة سيكولوجية الطفل خصوصا فيه كما ذكرت الحالات النفسية التي مر بها أو تمر بها العائلة من المشاكل وغيرها وتأثير ذلك على طب دكتور التأثير كيف يؤثر ذلك على سلوكيات الطفل العقل الدماغ وعمل الدماغ تأخر التعليم وغيرها غيرها غيرها يعني نحن نتحدث عن مضاعفات لإضطرابات خطيرة جدا قد تؤدي إلى حالة نفسية مزمنة لدى الطفل دون أن يشعر الأهالي لأن المشكلة الآن لدينا إحنا ليس الطفل وإنما أهالي في فهم كما ذكرت سيكولوجية الطفل وفهم أن هذا الإضطراب قد يؤدي فعلا إلى مشاكل نفسية لها أبعاد خطيرة النوم عموما هام جدا لكل الأعمار كعملية ري سيت يعني أعادة برمجة الجسم لليوم التالي هذا للجميع أما للصغار فله أهمية أخرى ترتبط بعملية النمو وعملية التطور كيف؟ الطفل عندما ينام الساعة السابعة أو الثامنة لا بد من إفراز هرمونات معينة ولا تفرز هذه الهرمونات إلا في أثناء النوم زي هرمون الكبر تمام وبعض الهرمونات تتعلق بعملية النضج زي البيوبرتيو اللي هي طبعا النضج وكذا تمام هذه الهرمونات يعني طبيعتها كذا إلاك تنام الهرمونات تشتغل ما تنامشي ما فيش ولذلك عدم النوم عند الأطفال قد يسبب تأخر النمو القصر نعم أقف عند هذه النقطة لذلك نحن نلاحظ أن في أطفال في نفس العمر طفل له طول وجسم وطفل آخر ضئيل وقصير هل لها ارتباط؟ طبعا لها ارتباط لأنه زي ما قلت أنه هو الجروس هرمون أو اللي هو هرمون النمو نعم اللي بينزل أسا من الغد النخامية هذا الهرمون يعني طبيعته كذا تنامي الهرمون يعني يفرز ويشتغل وانت نايم والدنيا تمام تمام نعم ما تنامشي تصهر هذا الهرمون يفرز بطريقة ضئيلة جدا لأن منضم لمجموعات الهرمون اللي بيسموه السيركيديان السيركيديان اللي هي المتوالية في الليل والنهار زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن يعني تلاقي ايه الهرمون ده يشتغل في الليل وتطلع الشمس ينزل ويوصل للأرض وبعدين يعلى تاني في النهار سبحان الله ففيه هرمونات لا تفرز إلا أثناء النوم فتخيل حضرتك لو طفل مش بينام مجموعة الهرمونات والإنزيمات اللي المفروض تشتغل والجسم نايم لن تعمل أو يعمل منها بجزء محدود جدا وذلك يحدث الإضطرابات مختلفة ويحصل التأخر طبعا يحصل التأخر ده شيء يحصل إضطرابات بالنسبة للنحية الزهنية العقلية يعني عملية الفهم عند الطفل قدرة الفهم يحصل برضو اضطرف في جهاز الهضمي فيحصل يبقى عنده اضطرف في الهضم وانتفاخ وشغلانة برضو بسبب حكاية أنه مش بينام كويس يحصل برضو يعني زيادة الكهرباء عند الطفل مثلا يبقى عرضة لأنه ممكن يجي له ما يسمى بالتشنج أو كذا بسبب برضو قلة النوم في أشياء طبعا كثيرة بتحصل بهذه السلام دكتور ذكرتني بحالة يعني لما يولد الطفل البيبي الطفل المولود يكون دائما هو نائم أيها فأنا لحظ هذه العادة عند الأهالي عندما يولد الطفل يعني يفيقوه والعائلة تهنئ وتسلم وتقبل الطفل هذه الحالة كثيرا يفهم أنه فعلا لحظة النوع الطفل في هذا العمر أو في هذا الصغر يعني البداية يحتاج إلى كمية كبيرة من النوم صحية ولكن يحدث العكس أن الأهالي يعني خايفين يفيقوا الطفل حتى يهنئوا يسلموا صحية عرفت هذه العادة إلى أي مدى فعلا أنه من هذه المرحلة في هذه المرحلة التي هي الهامة جدا المولود يحتاج إلى كمية كبيرة من النوم أيها كما ذكرت في الأول أن كل مننا يحتاج إلى النوم حسب السن لو بدأنا بالسن حضرتك الطفل الذي عنده شهر أو مولود جديد معظم إلى 24 ساعة نائم لا يستيقظ إلا للطعام صحيح وينام ثاني عملية مقصودة ما هي خلل جسمي مقصودة لأنه في مرحلة نمو كلما يحتاج الجسم لمرحلة نمو ومرحلة التطور كلما يحتاج الجسم لأن يكون نائما شفت حضرتك العلاقة بين النوم وبين النمو والتطور الوظيفي طبعا كلما الطفل يكبر جزء من الجسم تطور فلا يحتاج للنوم الكثير فتقل عدد الساعات وهكذا 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 لما يوصل لمرحلة النضج مثلا عنده 16-17 سنة يبقى كده يعني أكتمل أنه جميع النمو ولا يحتاج فقط إلا لعملية الراحة وهذه الراحة يتم فيها إعداد الجسم لليوم التالي اللي يتخلص من مثلا النفايات داخل الجسم التخلص من الأكسدة التخلص من الخلايا المريضة كل هذا يتم في أثناء عمرحلة نوفاء اللي لأن ضغط الدم بينزل كمية بسموها الاستيرويد طبعا بتقل مثلا ايه تاني ضربات القلب توصل لمرحلة بسيطة خالص مش محتاجين احنا الضرب بسرعة يعني كأن الجسم شغال على الأيدل يعني زي حضرتك المسألة اللي أقدر أقوله أني لو حضرتك السيارة بدأت السيارة والمطور شغال بس لكن مش في مكانها تمام المطور شغال في مكانها فده بسمه أيضل الأيدل اللي هو بس يدوب مخلي المكان شغاله بس لكن مش محتاج طاقة ولا بنزيم أكتر هذه بس كفية أن تخلي المطور شغال وسخن بس أول ما تبدأ تحرك يعاوز طاقة أكتر فالجسم محتاج هذه أكيد الآن السؤال هو هل التوقيت معين في نوم الطفل في نفس ذات التوقيت مثلا السابعة أو الثامنة كل يوم هذا يساعد على تدريب الطفل على النوم هو طبعا أولا معادي النوم الطبيعي الليل يعني معلش في معلومة أنه النوم في النهار لا يعوض عن نوم الليل كيف لأن الجسم بطبيعته يعني جبل على هذا جبل أن الأجهزة تسترخي في أثناء الليل بطبيعة لأن لها علاقة بالشمس سبحان الله علاقة بالشمس غيبة ربنا أقول أجعلنا الليلة إيه؟ لباس أجعلنا النهار معاشا وفعلا هو كده ساعة واحدة في الليل تغني عن أربع ساعات في النهار نوم الليل مهم جدا خاصة للأطفال في مرحلة النج لو يصهر الليل كله وينام النهار كله انقلب الأمور ويحصل خلل كبير في وظائف الجسم ولذلك عودة لسؤال حضرتك اللي هو مثلا ساعة معينة آه الساعة معينة اللي نقول طبعا بعد غروب الشمس للأطفال بعد غروب الشمس أطفال الصغار مش مطلوب منهم أي شيء خلاص يتعشى ساعة ويروح طبعا ينام لما لما ندخل في هذه السايكل العملية الاستمرارية انه بيستيقظ لوحده في النهار عندما تطلق الشمس يستيقظ لحاله تمام معافى وجهازه شغال ولما يذهب إلى المدرسة يبقى مستعد لتقلق المعلومات لأنه منتبه وجسمه مستعد لهذه لهذه المرحلة إذن يعني التأكيد على توقيت معين في النوم في المساء مهم جدا طبعا مهم جدا بالنسبة اللي لديهم اضطرابات أو مشاكل صحية كمرضاء السكري الأطفال اللي ليست لديهم قدرة على النوم المستمر أو الهادر بسبب كما ذكرت لابد أن يدخلوا إلى طبعا مشكلات التبول المستمر أو غيرها كيف ممكن أن يعوضوا هذه الفترة التي نزعجوا منها أو ما استطاعوا أن يناموا هل ممكن التعويض يكون بالنهار لأنه يكونوا أكيد تعبانين والديهم نعاس في النهار طبعا ممكن يعود لكن أنا أتكلم على ما يسمى بالكواليتي وهي القيمة القيمة النوم في الليل تختلف عن قيمة النوم في النهار طبعا إذا لم يكن هناك بد من النوم بالليل فيضطر أنه يستعود بالنهار أكيد ده مش عايزة كلام لكن أنا أتكلم للذي ليس عنده هذه المشكلة فلا بد أن يعني ينام في الليل أفضله من أنه ينام في النهار هذا شيء في حاجة تاني أنا نسيت تذكرها اللي هي النوع الحديث إحنا طبعا نذكرنا ثلاثة أنواع سباب الرئيسية للقلق للقلق في النوم في سبب رابع اللي هو الأجهزة الإلكترونية وهنا هذه تعتبر كارثة دكتور طبعا كارثة كبيرة أيها تليفون الأجهزة التابلت اللي هو يعني ما عد حتى الطفل زمان التلفزيون لا لا ويشاهد أصبح حتى التلفون هو يكفي ويأخذه معها الغرفة وينظر إليه طول الليل النهار نعم متى ممكن الأهالي أن يوقفوا هذه الأجهزة من الأطفال المفروض توقيف الجهاز أو يأخذهم يصحبهم من التلفون أو إن كان مثلا تابلت كده ساعتين قبل النوم لأن تأثير الضوء المنبعث من الشاشة تمام بيدخل للعين ويدخل إلى المخ ويعمل خلل في عملية إفراز هرمون اللي احنا بنتكلم عليه الميلاتونين يا الله فهذا الضوء المستمر يعني النظر المستمر إلى الشاشة هذا يسبب من عملية يعني الإضطراب والخلل إضطراب دورة النوم نعم فتأخذ تقريبا ساعتين بالزبط إلى أن الجسم يتخلص من أثر الشاشة على العين يا الله سواء كانت شاشة تلفزيون أو شاشة تلفون أو شاشة آيباد أو أي جهاز أي جهاز من هذا الشيء ليس متخيلة دكتور هذا الموضوع جدا لأن الأطفال أصبحوا يناموا على التلفون والأجهزة الإلكترونية مباشرة أو هو يشاهد ينام أيوه فأنت بتحدث عن ساعتين قبل النوم ساعتين قبل النوم أنا لم أتحدث عن ما يشاهدونه أنا فقط أتحدث عن تأثير الضوء المنبعث لو دخلنا إلى ما يشاهدونه وهذا مصيبة لو هو ما عليش بيشاهد أشياء فيها إثارة زي ضربه وقتله وعنفه وحربه وشغل وما كده ده طبعا أكيد تأثير النفسي تأثيره النفسي وكمان المخ بيحفظ منها في الذاكرة جزء منه ويعيد تشغيله له في النوم كالحلم كوابيس بقى زي النظام الكوابيس فتلاقي الطفل إيه يصحى من النوم ونزعج لأنه شاف فيلم من أفلام الرعب أو أفلام القتل أو أفلام الدم أو العلم الإلكترونية القتالية ومعظم الألعاب حاليا فيها عنف أنا أتحدث دكتور وتتحدث عن المدى الطويل للتأثير وليس تأثير وقتي قصير إنما تأثير بعيد المدى حتى سوف يؤثر على تركيزه في التعليم وهي هذه أهم مرحلة طبعا وحتى على سلوكياته ما هو التأثير القصير المدى يعني إنه هو مثلا راح رحلة أو سفر في مكان وغير مكان النوم ده ما يعني ملوش تأثير كبير يومين والمشكلة بتتحل إنما إحنا بنتكلم على التأثير المزمن للنوم والقلق والتوتر والإنزعاج وكل هذا الأمر فهذا يؤثر طبعا تأثير بيأقص فترة حتى 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 يعيد تأهيله يعيد عادة التأهيل عادة التأهيل وغالبا العلاج اللي نتكلم عليه والميلاتوني اللي نستخدمه نعم غالبا يعني في معظم الأطفال ممكن لا يعمل دكتور يعني أنا قبل رح ناخد فاصل قصير أكيد ولكن أنا مش قادر أستوعب هل أهالي يفهمين مدى هذا التأثير الخطير على مدى البعيد على أطفالهم لا للأسف فيه كمية عدم فهم كبيرة جدا عدم وعي وعدم وعي كمان لتأثير النوم على سلوك الأطفال وتأثيره على الصحة النفسية والجسدية والتحصيل العلمي الأكاديمي كمان طيب للأسف شديد شيء مؤلم لكن نحن أخذ فاصل أكيد دكتور اسمح لي محمد حسن استشارة بالأطفال أرجو من كل أهل يعني شاهدوا هذه الحلقة حلقة مهمة جدا 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 كيفية فعلا معالجة أو علاج اطراب النوم من كل النواحي النفسية والعقلية والجسدية لكل أطفال رح نتطرق الجزء الثاني للعلاجات كونوا معنا بعد هذا الفاصل نحيكم مجددا مشاهداء كرام كيف الصحة وطبعا موضوع اضطرابات النوم عند الأطفال تحدثنا على الأسباب أيضا اتناقشنا المضاعفات مع دكتور محمد حسن استشاري طب الأطفال والأسرة أهله سهله بك مرة أخرى نحييكم مرة أخرى متابعينا رح نتحدث عن أهم العلاجات وكمان المضاعفات لهذه الإطرابات المختلفة طبعا إطراب النوم أنواع لكن قبل أن ندخل الأنواع دكتور كيف يتم التشخيص التشخيص يتم بطريقة يعني ممكن نقول عليها بدائية ما فيش مثلا تحليل نعملها أو أشعات أو شيء لما يشتكي الأب أو الأمة أو الوالدين من إطرابات في النوم بنديهم أجندة يعني زي دايريكا جدول؟ جدول جدول لمدة أسبوعين نقول له خلاص خذ هذا الجدول وذهب في البيت واكتب لي مواعيد النوم والاستيقاظ سواء في الليل أو في النوم ناخد الجدول دا وننزله ونحلله على الكمبيوتر بيدينا معدل النوم ومواعيد النوم ومن هنا نعرف إذا كان فيه اطراب أو إذا لم يكن هناك فيه اطراب وهل كمان تعرفوا نوع الاضطراب؟ إذا ذكروا في خانات بيملاها لماذا استيقظ الطفل؟ فأقول لك استيقظ يصرخ أو استيقظ يبكي أو استيقظ يمشي أو استيقظ يذهب إلى الحمام أو استيقظ جعان كل هذه الأشياء بتدينا دلالات معينة يعني لو الطفل اللي هو يستيقظ يبكي ويعني فيه حالة من الظعر والقلق وكذا دا ممكن يكون مجموعة من الكوابيس أو ممكن فيه يعني أحلام مزعجة نبدأ نسأل أسئلة ماذا يشاهد في النهار وما الذي يحدث له والعلاقة بين الأب والأم وهل يشاهد عنفه فهذه بتدينا فكرة عن علامات نعم بتدينا فكرة عن ماذا يحدث في البيت من الناحية النفسية دكتور بيكون المقابلة بتكون أيضا الطفل مع الأب والأم أم بتكون هو غالبا اللي بيجيب الطفل بتكون الأم لكن إذا احتجنا نكمل الصورة بنسأل أن الأب يجي باستمرار فأول ما طبعا الأب أو الأم يكونوا موجودين لو الطفل في سنه صغير لا نستطيع أن نعزله عن الأب والأم لكن لو في الطفل كبير شوية عنده 12-13 سنة ممكن نتعامل معه بمفرده عشان يحكي لنا عما يحدث في الأمر لكن ده طبعا نحن في الجدول النوم ممكن نعرف من جدول النوم معدل عملية الاستيقاظ للذهاب للحمام وبالتالي لو ممكن يخلينا نعرف لماذا يذهب بسمراء الحمام مرتين ثلاثة في اليوم فنعمل تحليل زي السكر مثلا لأن الطفل ده منزعج لأنه ليس كميت بول كثيرة فذا ما ممكن تكون علامة أو دلالة على أنه يكون عنده مرض سكر كاذب أو سكر الحقيقي شيء ثاني مثلا نذكر مثلا مثلا إذا كان يستيقظ من النوم بسبب السعال بنسأل متى يستيقظ فمعظم الأطفال اللي عندهم مرض الرب والشعر بيستيقظوا قبل الفجر يعني مثلا كما بيقول فهذا يفضل يتريكه وكذا أو شولانا لأن نسبة الكورتزول بتقل في الوقت اللي زادها فبالتالي يصبح الجسم عرضة لأنه يستجيب للحساسية تمام فده بيدينا فكرة برضو عن سبب سبب انزعاج في النوم أنه ممكن يكون عنده مرض رب الشعربي أو مرض حساسية أيها ولم يعالج فبنكتشفه فشوفوا حضرتك يعني تشخيصه في نفس الوقت نشوف إيه ما الذي يؤدى لأنه ممكن ما يكونش النوم زي ما قلت ممكن تكونش له علاقة بالطراب النوم من ناحية الزهنية تمام لكن هو الطراب الأجهزة اللي يسبب قلق النوم طيب كمان ممكن هذا التشخيص يكشف عن وجود مثلا نوع من حدوث مشكلة للطفل في المدرسل مثل التنمر العنف الجسدي الجنسي الجنسي النفسي العاطفي كله يعني الابيوز في كل أنواعه صحيح هو في الجدول ماش هيقولون على هذه الأمور صحيح ماش هيقولون أنه حصل كذا فإحنا هنا بنبتدي نستشعر وعندما لا نجد أشياء أخرى نبتدي إيه يعني نستشعر ما الذي يحدث فممكن ممكن عن طريق زائرة صحية ممكن عن طريق زائرة اجتماعية ممكن معلومات عن طريق المدرسة ممكن معلومات عن الطفل بمفرده ما الذي يحدث نعم ومن هنا نعرف أن هناك مشاكل أخرى لا دخل للطفل بها وهي التي أرقت نومه ومنها طبعا العنف الأسري والعنف الجسدي ضد الطفل وكل أنواع العنف الأخرى بما فيها التأثير النفسي والعاطفي وكله طيب دكتور في سؤال من المشاهد الكريم عبر تطبيق الواتساب يسأل أولا جزاكم الله خير على هذه الحلقة دكتور محمد حسن أفضل وقت للنوم للطفل أفضل وقت للنوم للطفل لا بد أن يكون قبل الساعة التاسعة لا يتأخرا هذا لأن الساعة التاسعة هي كذا ربنا سبحانه وتعالى خلقها هي بتحصل فيها نسبة إفراز هرمون الميلاتون من داخل الدماغ من أسفل الدماغ هي التي تنظم فإذا جهزنا الطفل ونجهزه قبلها بساعة ونص أو ساعة أو ساعتين عند عملية تجهيز الطفل للنوم هذه توقفت فترة ممكن حكاوي ممكن قصص النوم ممكن مثلا أشياء كذا تهيئة الأجواء تهيئة الجو بحسنه يسترخي نعم قبل التاسعة لازم كله يتم قبل التاسعة للأطفال الصغار طبعا نتكلم عنه التاسعة لازم يكون هو في فراز النائم في عمق لازم يكون نام ومستقر وإلا هيفوت قطار إفراز الميلاتون طبعا نرجع مرة ثانا نقول أهمية هذا الهرمون أهمية هذا الهرمون هو الهرمون الذي يؤدي إلى استرخاء الجسم ويؤدي إلى استرخاء المخ ويؤدي إلى عملية النوم هو السبب في عملية النوم صراحة هرمون الميلاتون غيابه يؤدي إلى اليقظة ويؤدي إلى أن الطفل لا يستطيع النوم غياب هذا الهرمون كمان ملاحظ أنه في كثير من الأطفال لديهم مشكلة عصبية أيها طبعا العصبية سببها قلة ممكن يكون سببها قلة النوم إذا لم تكن أصيلة في مرض آخر مثلا كمرض الزي ما قلنا أو الطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ممكن تكون مشكلة أصيلة فيه لكن دعيني أتكلم في نقطة أخرى قبل ما ننسى اللي هو مشكلة الساعة الباولوجية بالضبط ساعة الجسم في داخلنا ساعة الجسم داخله ربنا سبحانه وتعالى منظم الجسم على أن له توقيت معين أنا قلت الساعة تسعة لأنها من ضم الساعة الباولوجية فالجسم عنده منظم نفسه بتنظيم إلهي سبحان الله أنه متى يستيقظ متى ينام متى يتم الهضم متى تنقص ضربات القلب متى ضغط الدم ينزل بحس أن الجسم يسترخي ويصبح فقط الذي يعمل فقط اللي هو الأشياء التي لا إرادة لنا عليها اللي هو كالقلب والمخ وباقي وطبعا الرأتين وكذا لكن جميع الجسم العضلات مسترخين وجميع الخلايا شغالة إلا أن الإنسان في مرحلة النوم هذه بسبب الساعة الباولوجية ساعة الباولوجية تعمل حتى إذا انتقل الإنسان من مكان إلى مكان آخر من بلد إلى بلد حتى بسبب ارتبطها بالشمس لأنه طبعا لو إحنا مثلا إحنا عندنا حاليا الساعة ثلاثة ممكن في في مثلا اليابان ممكن حاليا في الليل هما يعني ممكن ساعة عشرة أو اتناشر في الليل مساءا فلو أنا سفرت اليابان هاكون مستيقظ وهم يكون نيام صحيح ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ ما الذي يحدث في هذه الحالة؟ أن الجسم يأخذ حوالي أربعة إلى خمسة أيام العين ونظرها إلى الشمس ونظرها إلى الضوء والظلام يبتد الجسم يعيد تنظيم الساعة زي حكاة التوقيت الصيفي والشتري سبحان الله ويقول لك خلاص إحنا عايشين في أرض الشمس فيها تغرب هنا وتشرق هنا فالجسم يروح معدل يروح معدل الثاني بالتروس كده يروح معدل الثاني الساعة أنا بلاحظ يعني عند توقيت هنا بريطانيا الشتاء والصيف توقيت الساعة تغيير الساعة بيحصل فعلا اضطراب بيأخذ وقت حتى الجسم يتعود إذا الطفل نام قبل التاسعة وهي أكله الأجواء متى ممكن أن يستيقظ؟ كم ساعة ممكن يأخذ جسم الطفل؟ حسب العمر كلما كان صغيرا كلما يحتاج عدد أكبير من الساعات فالطفل زيما قلت الطفل حديث الولادة بيحتاج حوالي 18 إلى 20 ساعة نوم تمام الطفل حديث الولاد 18 ساعة نوم يأخذهم على فترات معظمهم في النهار معظمهم في الليل لا يستوي عنه شيء لأنه عنده هذا الهرمون ما زال في مرحلة التطوير فبالتالي هو بصورة طبيعية الجسم مسترخي لا يستيقظ إلا للجوع أو إلا إذا شيء معين يعني يحتاج إلى تغيير أو غيره يعني شيء الرقه هو كفيه ألم معين كفيه يعني جوع أو كده هو ذا اللازل لكن من غير هذا الشيء هو نائم مسترخي كلما كبر السن كلما كبر يعني اللي عنده سنتين ممكن نقول يحتاج إلى 12 ساعة اللي عنده 8 سنين ممكن من 10 إلى 12 ساعة اللي عنده 12 سنة 10 ساعات كفاء من 12 إلى 16 سنة من 8 إلى 10 ساعات ما فوق 16 سنة ممكن حوالي 8 ساعات 9 ساعات وهكذا بشرط كله ده يكون فيه قطعة واحدة في النوم في الليل لكن اللي بيحصل أنه الشباب طبعا لما بيكبر بيضطر يسهروا كده ينام له 3 ساعات في النهار أو 4 في النهار و 5 في الليل يبقى 9 أو 2 هنا و 2 هناك فشغلنا يعني تبقى عملية الاضطراب دي لا تساعد على التركيز ولا تساعد على انتظام الدورة الدموية ولا على انتظام ضربات القلب ولا على انتظام جهاز الهضمي بالأسف الشديد طيب دكتور يعني حبيت أعرف أنه أنواع الاضطرابات المختلفة التي ذكرناها ويمكن في منها مثلا مثلا بعض الأطفال يمشوا عند النوم أثناء النوم المشي أثناء النوم ماذا يعني ذلك؟ هو طبعا المشي ده موضوع مختلف شوية المشي فأثناء النوم ده بتبقى طبعا منكسرة فيه فيه اضطراب زهني يعني عملية عقلية فالطفل اللي فيه بيخزن معلومات معينة وهذه المعلومات بتكون لها ارتباط بالواقع فأثناء اليوم سواء عن طريق مشاهدة أشياء معينة من الواقع أو مشاهدة أفلام أو مسلسلات أو كده طبعا كل ده بيعمل عملية تخزين فيجي الطفل يستدعي أو يسترعي هذه التخزين المعلومات ده يتم استرجاعها للمخ تماما فعندما يتم استرجاعها الجسم يستجيب لها كيف يستجيب لها الجسم؟ يستجيب لها العضلات فتلاقي ما حيانا في الطفل حتى لو حتى إذا ما قمشي يمشي ممكن يضرب مثلا هو ناين يضرب بإيده أو يضرب برجله فيه حركات لليد وفرح حركات للرجلين وهو يعني معتقد أنه هو في معركة مع أحد وفي الحقيقة أنه طبعا ما يعني ما يضر في مخه أو الأحلام أو الأكابيس يشغل فيه هي التي تؤدي إلى حركة العضلات وبالتالي يأمن يقف ويمشي يأمن يضربه ونايم كأن فيه شخص يتدافع معه فيه نقطة أيضا مهمة دكتور لود أن نذكرها نوعية الغذاء أو نوعية التغذية بالنسبة للطفل قبل النوم وتأثيرها الكبير خصوصا مسألة أخذ الأطفال كمية كبيرة جدا من السكريات حدثنا عن هذه النقطة ليس فقط السكريات فلكن المشروبات المحتوية على كمية كبيرة من الكافين يعني نحن عندنا ثقافة معروفة أن الشاي وكمية كبيرة من السكر والشاي في حد نفسه فيها مادة كافين وممكن بعضهم يشرب قهوة كمان وإذا لم يشرب شاي أو قهوة يشرب ممكن بيبسي كوكاكولا عادي جدا بالنسبة للأطفال حتى بسن سبع سنوات بشاهدة خصوصا في الاحتفالات أو الحفلات طفل عادي ممكن يسمح له أنه ياخذ الغذية بصحيح كده ودي من أكبر الأشياء اللي صراحة نغلط يعني أن أطفال الصغار يعني يفطمون على الشاي يعني يفطم الطفل سنة أو سنتين يشرب الشاي عادي كأنه كبير ده فيه كمية كافين كبيرة ده طبعا بيعمل عملية تهييج للمخ وبيسب في إطراب دورة النوم هذا هو السبب من ضمن الأسباب طبعا بما مادة السكر معروفة سكريات وهذا سؤال مباشر تأثيرها على النوم وخصوصا إذا أخذ الطفل قطعة أو شوكولت أو يعني للتريت يعني لو تقولوا نام سأعطيك شوكولت أو حلوة قبل ما تنام صحيح هو التأثير المباشر للسكريات عموما أنه يزيد إفراز البول مداما زاد إفراز البول الطفل سيعمل يأمن يتبول على نفسه يأمن يستيقظ ليبول وبالتالي يضطرب عملية النوم صحيح للتأثير المباشر عليه طبعا التأثير اللي هو اللونغ تيرم أو بعيد المدى نعم أنه طبعا بيسبب السمنة ويسبب اطراف وزائف الكبد ويسبب يعني حرق الحركة النشاط بيكون يعني قلق لا يستطيع النوم صحيح السكريات بتعطي طاقة صحيح كده فهو ده كل الأشياء التي تسبب فيها وإحنا فيه مرض من أمراضي نسينا نقوله هو اطراب الغودة الدرقية زيارة إفراز الغودة الدرقية يساعد إلى أن الطفل برضو يساعد أنه تهييج وقلة النوم تمام على العكس صحيح لو الغودة الدرقية منخفض الإفراز اللي هو منفيها بينام أكتر من اللازم تمام دكتور في نقطة عن كمان لابد أن ينقف عنده مستوى الأكسجين نسبة مستوى الأكسجين عند الطفل اللي لديه مشكلة الإضطراب نسبة الأكسجين اللي تدخل رئتي كيف ممكن تأثر فعلا على عدم التنفس وفي مشكلة تحصل عند الأطفال أثناء النوم انقطاع التنفس لفترات تأثير جدا صحيح هو تأثير نسبة الأكسجين على الدماغ أنه بيكون أنه بسبب أن الطفل في حالة النوم إذا كان عنده مثلا انسداد في الجوب الأنفية أو انسداد انسباب في الأنف فبيضطر أنه يتنفس من من الفم فعندما يتنفس من الفم بنسبة ضئيلة أو بنسبة قليلة فبيضطر يؤثر على نسبة الأكسجين في الدم فعندما يؤثر نسبة الأكسجين في الدم فبيضطر الطفل أنه يستيقظ منزعجا لأن نسبة الأكسجين وصلت لمرحلة دنيا ونسبة سانوكسيد الكربون ارتفعت بنسبة أعلى شوية فده طبعا بيخل عملية الوظائف المخ وبالتالي الطفل ينزعج أو يقوم وبعضهم كمان ممكن يحصلوا تشنج بسبب هذا الأمر قبل أن نصل للعلاجات الموجودة حقيقة في أسئلة من بعض الأباء يبدو أنهم مهتموا بأمر أبنائهم العطلة نحن على أبواب العطلة الصيفية العطلة الصيف في سفر في سهر في رحلات فبيسألوا ما هو التوقيت المناسب هل نفسه الشتوي هو الصيفي أم يختلف هنا التوقيت للنوم للطفل التوقيت للنوم ونحن قلنا الساعة التاسعة نعم طبعا العايشين في مناطق القطبين بتختلف للأسف الشريط لأن في مناطق الشمس فيها أو اليوم فيها زي مثلا سكوتلندا هنا في بريطانيا الشمس تغرب حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء واليوم يبدأ حوالي الساعة أربعة ونصف أو خمسة مع أن هذا في بعض البناء أربعة ونصف أو خمسة يمكن في نصف الليل فالقطبين أو الأماكن لهم نظامهم ولهم الساعة البيولوجية المختلفة لكن نحن نتكلم على عموم الناس الليل والنهار يستوي فيه الأمرين اللي هو طبعا زي اللي عايشين في المنطقة الاستوائية زي منطقة الشرق الأوسط الليل والنهار يعتبر فيها متساوي فما عندهم مشكلة كبيرة المشكلة اللي هما في الطرفي الكرة الأرضية يأمن في الشمال عند القطبة يأمن في القطبة الجنوبي لدرجة أن ممكن يكون ستة شهور متكاملة شمس فقط أو ستة شهور متكاملة ظلام دامس طبعا هذا لا ينطبق على الأمر هذا لهم نظامهم علينا إحنا في بريطانيا في فترة الصيف ما دينا فعل عندنا إحنا في بريطانيا الليل بيبقى قصير طبعا صحيح يعني الشمس التسعة وربع المغرب والفاجر الساعة مثلا يطلع تخطلوع الشمس تسعة واربعة ونص يعني نتمسك بنفس توقيت النوم والأطفال تسعة حتى ولو لم تغرب الشمس بنفسه في الأطفال الصغار لأننا نحن نريد كمية النوم العدد الساعات لا يتأثر لو انتظرنا لساعة 11 ونام ويسعة الساعة 4 كدنا نعملوا ستة ساعات صعب صحيح إذن الأهالي لابد أن يتمسكوا بنفس التوقيت يتمسك بنفس التوقيت حتى لو كانوا بالصيف في الأطفال الصغار دكتور في الخمس دقاق حابين نتحدث عن العلاجات العلاجات موجودة في حالة إذا اضطر الأهالي النوم ما وجدوا حاولوا مع الطفل بكل السبل أنه هيقولوا النوم وأجواء النوم ولكن لم يستجيب الطفل في هذه الحالة هل في علاجات؟ فيه بس عندما نتحدث عن العلاج لابد أن نتكلم عن نوعين من العلاج نوع تأهيلي ونوع دوائي أو عقاري من العقارات النوع التأهيلي اللي هو يشمل نحاول الجميع الأشياء التي تؤرق الطفل نبعدها عنه نتكلمنا عن الأجهزة ممكن بمنتهى البساطة لو استخدمنا عملية التأهيل في أن نستبعد الأجهزة زي التليفون والإنترنت والتلفزيون ونستبعد هذه الأشياء ساعتين قبل النوم نؤهل لفترة النوم ممكن تأخذ فترة فترة بالتدريج لكن في النهاية هيرجع لها الطفل الذي ينام ودي استراتيجية مختلفة الطفل الذي لا ينام إلا الساعة 12 في الليل مثلا لو عايزينه نام تسعة ما نقولوش نام تسعة على طول مش هينام مش هينام ما نعمل بناخد ربع ساعة كل يوم ربع ساعة كل يوم مبكرا يعني 11 11 لربع 11 لربع اللي بعده 10 ونص اللي بعده الساعة 10 وربع بعدين الساعة 10 وهكذا كل يوم ننزل ربع ساعة إلى أن نصل للساعة التاسعة أو الساعة الثمانية أو الساعة السبعة حسب ما نعايزين لكن عملية أن تقدم من 12 لثمانية دي مباشرة مش هيحصل فهو بالتدريج معشان لا يشعر بها الجسم وكمان تعطي فرصة للجسم الساعة البيولوجية أنه يتأقلم تسرق تقريبا نسميها تسرق ربع ساعة كل يوم منه يعني هو هو بينام 11 نجي 11 وربع نقول له نروح نام ثاني يوم نقول له نام 10 ونص وهكذا بالتدريج تمام فده التأهيل طبعا بالنسبة للأمراض ده أشياء تانية لازم نحل الأمراض مثلا إذا كان عنده ربو شعبي لازم العلاج المزبوط بحيث أنه لا يستيقظ للسعال وإذا كان عنده من أمراض السكر لازم العلاج مزبوط بعلاج السكر فإحنا بإيه دواعي التي تؤرق النوم نتخلص منها ده التأهيل أما إذا تخلصنا من جميع هذه الأشياء وأهلناها وأبعدنا الأمراض النفسية والعنف والأسرية والشغلان هذه يبقى لا يبقى عندنا إلا العلاج الدوائي العلاج الدوائي ملخص في حاجة واحدة بس اللي هو الهرمون المعروف اللي هو اسمه ميلاتونين الهرمون الميلاتونين ده اللي هو بتفرزه الجسم بيفرزه طبيعي فإحنا بناديه كهرمون تعويضي فبيبدأ مثلا بيأخذ 2 ميلي جرام كل الليلة ساعة قبل النوم يعني هو بينام 8 ندهله الساعة 7 الهرمون ده بيشتغل زي الهرمون الداخل اللي في الجسم فهو بيعمل عملية وبيسميها يعني عملية زي ما تقولي المفتاح صار الكنتاكت بس كده فهو بيبدأ يعني يجهز الجسم للنوم مجرد ما يدخل في الجسم يحصل انتصاص الجسم يتهيأ للنوم ويبتدي يعني عملية النوم تستقر واستمرارية النوم هو الجسم بقى يستلمها الجسم يكملها انما الهرمون فايلته انه هو يعمل عملية البدء الانطلاقة انطلاقة النوم هذا هو شغل الهرمون دكتور فيه كثير يتسأل يعني قبل ان نختم طبعا اكيد في بعض المشروبات مثل الحليب الدافئ العسل هل هي بتساعد على الاسترخاء ممكن فيه فيه مجموعة من المشروبات زي ما فيه مجموعة من الاشربات تساعد على الاسترخاء فيه مجموعة من المشروبات نحاول نتجنبها زي ما قلنا خاصة المشروبات الغازية اكيد داية الغازية والمشروبات والمشروبات التي تحتوي على المادة الكافين زي القهوة والشوكولاتة وال حتى الشوكولاتة الشرب ليس الأكل صحيح والشاي والعصائر العموما لانها تؤرق المثانا خصوصا الالتينيج يشربوا الريد بول بزكود كل الاشياء دي يستبعدها بالكامل خاصة قبل النوم بحوالة أربع ساعات هذه المشروبات لأنه عشان ما يصحاش يتبول صحيح بالنسبة للحبوب للمادة هذه هل هي لفترة معينة مؤقتة الملاتون المفروض أنها في فترة بمجرد ما يأخذها بتشتغل على طول فلو اشتغلت بيأخذها لمؤدة نبني الدهول ولمدهم شهر الأول لننظم عملية النوم وبعدين بالتدريج نسحبها من النوم في بعض الأطفال بيحتاجها لمدة أكبر لأنه عنده زي أطفال التوحد وأطفال اضطراب الحركاء ونقص الانتباه هذه الأطفال للأسف بيستمروا عليها لفترة كبيرة لأنها أصلا عندهم نقص في هذا الهرمون أساسا أساسا فبنتطر لديهم مرحلة تعويضية لي فبيستمر عليها فترة كبيرة طبعا دكتور للأسف انتهى وقتنا لكن الموضوع شيق جدا رح تتحدث عن مواضع أخرى أكيد ترتبط بالأطفال كسلسلة كما تعودنا منك دكتور محمد حسن مرحبا استشاري طب الأطفال والأسرة من لندن شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا شكرا لكم مشاهدة الكرام الحسن المتابعة موضوعنا كان عن طرابات النوم تحدثنا عن الأسباب والمضاعفات وكيفية الوقاية وأهم العلاجات تتمنى تكون حلقة مفيدة لكل الأسر وأن يتبعوا كل الخطوات السليمة لنوم هادئ لكل الأطفال أكيد يمكنكم متابعة هذا البث لحلقة اليوم في كيف أصح على البث المباشر القناة الحوار على اليوتيوب أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر كل منصات عبر الموسائل الاجتماعية الأخرى السوشال ميديا المختلفة موضوع جديد السبت القادم بإذن الله سنكون معكم في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الساعة كنوا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر